رجعنا لكم مرة تانية مستمري مع بعض فقراتنا وصلنا للفقرة الدينية اللي دايما بنستنيها كل يوم جمعة في نهارك سعيد هنتكلم النهاردة عن المرأة وكيفية تكريم الدين الإسلامي للمرأة في الإسلام وعن المساواة للمرأة وإعطاءها حقوقها في المجتمع هنتكلم كمان عن المرأة كأم وإزاي الدين برضو إدها مكانتها وإدها مكانة عالية وكرمها بشكل كبير جدا نتكلم عن التفاصيل دي مع أفضلة الشيخ أحمد تميم المراغي من علماء الأظهر الشديد صباح الخير يا فاني صباح الخير يا سهر صباح الخير على السادة المشاهدين جميعا صباح الأمل والتفاؤل والخير كله المصر إن شاء الله يا رب بإذن الله أنا يعني عايز أسأل حضرتك في البداية الإسلام كرم المرأة إزاي كرم المرأة قلنا كده يعني عموما وبعدين نتكلم بالتفصيل في الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله أما بعد عليه الصلاة والسلام فإن شريعة الإسلام هي من أحكم الشرائع السماوية التي أعطت للمرأة كل الحقوق التي ممكن أن تحلم بها المرأة في حياتها قبل الإسلام أو قبل شريعة الإسلام كانت المرأة تورث تورث يعني كأنها ترابيزة تورث في الميراث وكانت أيضا تباع وتشترى وكانت المرأة عند اليونان وعند غيرهم من الفرس وعند غيرهم أشياء مهملة بل عند غيرهم من العقائد كانت كأنها شيطان جاءت شريعة الإسلام وجعلت للمرأة حقوقا في الملكية الخاصة ولا يجوز لأحد كائن من كان أن ينازعها هذه الملكية ولا أن يأخذ من حقوقها المالية إلا برضاها كما أعطتها الشريعة الإسلام حق الإختيار لا يجوز للرجل حتى ولو كان أبوها أن يجبرها على الزواج من غير ما تحب حتى جاءت هذه البنت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء بالرجل بأبيها يعني إن شئتي قبلت وإن شئتي رددنا يعني الأمر وخلناه في إيدك قالت يا رسول الله لقد قبلت ولكني أردت أن يعني أعلم نساء العالمين أن ليس للأباء من الأمر شيء أي ليس للوالد أن يجبر ابنته في الزواج وإنما البنت رضيت لأنها بنت تربت في بيئة عربية وبيئة محترمة فقالت أنضيت ما فعل أبي ولكني أردت أن أعلم يعني نساء العالمين يعني من وراءها من النساء بأن ليس للأباء من الأمر شيء إذن أعطاها حق الإختيار أعطاها حق الشهادة أعطاها حق الملكية أعطاها كل الحقوق حق التعليم كل الحقوق التي من الممكن أن تحلم بها المرأة عندنا الآن المرأة محامية ومدرسة وسفيرة وأستاذة ووزيرة وكل ما تريدين من هذه الحياة هذه المرأة وهذه هي شريعة الإسلام وتكريمها للمرأة طيب وإزاي الإسلام بيشوف الإنسان أو الشخص اللي ممكن يتعدى على حقوق المرأة إزاي بيشوفه الإسلام معتدي فمن اعتدى بعد ذلك فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادو أي إنسان يعتدي على حق غيره فهو معتدي فهو ظالم ظالم لنفسه مبين الذي اعتدى على حق زوجته سواء كان بالكلام القبيح أو بالضرب أو بغير ذلك نرى شريعة الإسلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم لم يضرب طفلا ولم رأة قط وإن كانت السنة قد وضرت أنه كان يخرج السواك من جيبه ليؤذب به الغلمان أو الزوجات السواك ولم يعني يتكلم سيدنا أنس خادم النبي عشر سنوات يقول له ما يقول عن نفسه خدمت النبي عشر سنين ما قال لي أف قط وما قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته كذلك كان مع نسائه كان سمحا كان يداعبهم وكان يلاعبهم وكان يسابقهم قالت السيدة عائشة أم المؤمن رضي الله عنها سبقني رسول الله عليه وسلم وتسابقنا مع رسول الله عليه وسلم فسبقته وبعد ذلك بعد أن كبرت في السن تسابق مرة أخرى فسبقها فحتى يطيب خاطرها قال هذه بتلك يعني واحد واحد النتيجة ما فيش أي مشكلة كده وكانت رضي الله عنها تقول كان صلى الله عليه وسلم معنا يلاعبنا ويداعبنا فإذا حضرت الصلاة قام وكأنه لا يعرفنا ولا يعرفه إذن شريعتنا مع المرأة بالذات هي شريعة الرحمة شريعة المحبة والألفة والسكن والمودة كما قال ربنا في كتابه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة كميل طب إزاي أعطى الإسلام المرأة مكانتها كأم نعم الأم الأم هذه كما يقول شاعرنا مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراقي الأم عندما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك ثلاث مرات للأم ومرة واحدة للأب لا يعني أن هذا تنقيص من شأن حق الأب أبدا أبدا ولكن هذا يعني أن الأم لها حقوق كثيرة على الإنسان ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات من أراد أن يدخل الجنة فعليه أن يكون تحت قدمي أمه وأبيه الجنة تحت أقدام الأمهات وبر الوالدين بعد طاعة الله عز وجل نعم واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا حتى مع الأمم السابقة كان يقول ربنا وبالوالدين إحسانا بعد ما قال بني إسرائيل قال وبالوالدين إحسانا إذن حقوق الوالدين كفلها الإسلام وكفلتها الشرائع التي سبقت الإسلام لكن الأم لها حقوق أكثر وأكثر كمان في شريعة الإسلام لأنها حملت ووضعت وأرضعت وعندما جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما وقد حمل أمه على كتفيه ويطوف بها حول الكعبة ويقول يا ابن عمر أتراني قد أوفيتها حقها قال ابن عمر لا ولا بطلقة واحدة من طلقات ولادتها لك يعني هي تعبت أوي هي بتولدك ولا بطلقة شوف الشيل ده والتعب ده كله طوف وإن كان هذا العمل عمل طيب وعمل شريف وعمل عظيم إنك تشيل أمك على كتفيك وتسعى وتطوف بها إلا إنه قاله ولا بطلقة واحدة هو مش عاوز برضو يهون من العمل اللي بيعمله لكن برضو بيقوله هي تعبت أوي ما قالوش بقى تسع شهور حمل ولا سنتين رضاعة ومع الرضاعة كان تنظيف وإزالة الأزى وهي فرحانة وهي بتدحك بتزيل الأزى عننا وإحنا صغيرين وهي بتدحك وهي فرحانة بعكس إحنا وإحنا كبار دلوقتي لو حبنا يعني لا قدر الله حبنا نخدم أمهاتنا في هذا العمل نتمنى إنهم ربنا يرحمهم ونتمنى أنهم يفارقون الحياة عكس ما هم كانوا بيعملوا معنا زمان كانوا بيبقوا فرحانين وهم عملين ينظفوا فينا ويحموا فينا ويزيلوا الأزى عننا واسنين طويلة تتحمل هذه الأم لذلك جاءت شريعة الإسلام لتفضل الأم ولتكرم الأم تكريما عظيما رفعها إلى ما فوق سبع سماوات الإسلام كان له الصبق في أن هو يعطي المرأة حقوقها ويديها مكانتها في المجتمع قبل قوانين أو لصندور أي قوانين أكيد كما تفضلتي وكما ذكرت في بداية الحلقة إن شريعة الإسلام أعطت للمرأة حقوقا لم تكن تحلم بها أي مرأة حتى المرأة الغربية الآن الآن المرأة الغربية بعضهن من العقلاء ينادي بحقوق المرأة في الإسلام لهن لأنه ما عندهمش حقوق الملكية ما عندهمش وما عندهمش بعض الحريات الأخرى التي هي في شريعة الإسلام بالنسبة للمرأة لأن الإسلام كرمها وأعطاها كما ذكرت من الحقوق الكثير والكثير مما كانت تفتقده قبل ذلك كانت تدفن حية وإذا الموؤودة سئلت جاء القرآن وقال وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وفي قراءة صحيحة وإذا الموؤودة سألت بأي ذنب قتلت ويقول في آية أخرى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون جاء الإسلام وجاءت شريعة الإسلام لتقول للرجل وتقول للعالمين بأن المرأة هي أكثر من نصف المجتمع مش نصف المجتمع المرأة هي التي يعني جاءت بي وهي التي تربي وهي التي ترعى وهي التي تردع وهي التي تعطي الحنان في البيت فهي أيضا الجنة تحت أقدامها لمن أراد أن يدخل فيه رحمة الله عايزة أقول يا سيادة الشيخ أنه إحنا خلاص دخلين على عيد الأم طبعا كل سنة وكل أم طيبة أمين يا رب في أولاد ممكن يكونوا بيعاملوا أمهاتهم يعني مش بشكل المرغوفي أو بشكل المفترض اللي هما يعملون كثيرا ما يفعل هل ممكن يلحقوا ممكن الوقت اللي الأم عايشة فيه ده من هما يكفروا زنوبهم الفترة اللي فاتت اللي كانوا بيعاملوهم بيهم ولا ولا زي ده ممكن يتحل والله في أي لحظة من اللحظات ممكن الإنسان يقف مع نفسه كده ويحدث نفسه ويتوب إلى الله ويستغفر الله من العقوق قبل فوات الأوان وأقول قبل فوات الأوان لأنه ما هو محدش عارف إمتى يأتي الأوان ده إمتى أموت محدش يعرف وبعدين مش لازم أكبر في السن عشان أموت ومش لازم أمرض عشان أموت فالموت يأتي بغتا ويأتي فجأة فالعاقل والذكي الفطن من الشباب أو من الفتيات عليهم بأن يتذكر السيدة أسماء لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات النطاقين وقالت يا رسول الله إن أمي مشركة أفأصلها؟ قال لها صلى الله عليه وسلم نعم صليها مشركة يعني على غير دينها ومع ذلك قال لها صلى الله عليه وسلم صليها يعني وديها وبريها وشليها وحطيها وعملي لها كل اللي هي عايزة صليها وكانت أم سيدنا سعد وأم سيدنا أبو غريرة على غير الإسلام ومع ذلك كانوا بارين بهن خير البر لكن في حالة واحدة بس ربنا بيقول فيها وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما بس دي لو قالوا لك أشرك بالله قلهم لا شكرا آسف ما أقدرش لكن عارفة بعدها ربنا قال إيه وصاحبهما في الدنيا معروفة يعني من علمهمش الأدب حتى لو قالوا لنا أشرك بالله من علمهمش الأدب ونزعلش منهم ومن تخصمش منهم وكان أحد الصالحين وكان بارا بأمه أفضل البر كان لا يأكل معها في طبق واحد هتقول لي إزاي البر وإزاي ما يكلش معها نعم لما سئل عن ذلك قال أخشى أن تسبق يدي ما سبقته عيناها انظري إلى هذا البر ده معنى جميل يا الله معنى جميل أخشى أخشى أن تسبق يدي ما سبقته عيناها عشان كده ما باكلش معها في صحفة واحدة شوف البر وصل لغاية فين شوف البر وصل والرحمة لغاية فين وهذا الرجل الصالح الذي بدعائه فرج الله الكرب قال اللهم إنه في الحديث الصحيح وهم كانوا ثلاثة دخلوا غار اتسد الغار عليهم بصخرة عظيمة قالوا ما فيش حاجة حتنجينا من الكرب اللي احنا فيه دي غير ان احنا نرفع اكف الضراعة وكل واحد فينا يفتكر عمل صالح خالص يدعي به ربنا فأول واحد فيهم قال اللهم إنه كان لي أبوين شيخين كبيرين وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا يعني أنا وولادي ما كناش بنأكل قبليهم فنأى بي طلب الشجر ذات يوم يعني بعدت شوية فلما رجعت من العمل بتاعي رجعت متأخر على ما جبت الطعام بتاحهم وروحت لهم لأيتهم ناموا فمكثت والقدح في يدي حتى استيقظ في صلاة الفجر وولادي بيتغاض من شدة الجعل حتى ناموا بدون طعام سبحان الله فلما استيقظ شرب غبوقهما فاللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة شيئا قليلا لا يستطيعون الخروج منه حتى دع الثاني والثالث بدعاء خالص لوجه الله مما عمل وانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون والحديث صحيح في البخاري إذن بر الأمي بر الأمي يؤدي بالفرج في الدنيا وفي الآخرة أقول لنفسي وأقول لإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات بروا آباءكم تبركم أبناءكم وإلا فلا كما تدين تدان حساب العقف في الدنيا كمان موجود يعني مش في الآخرة بس يعني برضو في الدنيا بيشوف بعنيه ألا أدلكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله وما لهاش مرة واحدة بس عشان الأمور تمشي كده ألاها ثلاث مرات ألا أدلكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت فالعقوق من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله على طول لذلك النتيجة زي ما حضرتك تفضلتي في الدنيا قبل الآخرة لازم يبقى النتيجة تحصل في الدنيا وطبعا عذاب الآخرة شديد ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى نسأل الله العفو والعفية ونسأل الله لأبنائنا ولجميع الناس الهداية يا رب يا رب أنه فعلا إنسان بيشوف أحيانا حالات تقطع الألبي ونسأل الله أن يرحم أمهاتنا وآبائنا وأن يحفظ مصرنا وأن يحفظ أمنها وأن يحفظ رجالها وشبابها ونساءها إنه ولي ذلك والقادر عليه أمين يا فضل الشيخ أنا بشكرك على وجودك معنا نهاردة الحقيقة دايما كده بتيجي تفرغ بتدينا طاقة إيجابية وبشكرك على وجودك معنا إن شاء الله نشوفك لمرة قادمة شكرا لحضرتك فضلت الشيخ أحمد تميم المراغي وهو من علماء الأظهر الشريف تكلمنا عن تكريم الإسلام للمرأة وعن مكانة الأم في الإسلام نروح للفاصل نلجع مرة تانية مستمري مع بعض الفقرات